المدومة على الطاعة وعلى آله وصحبه أجمعين الحقيقة فكرة الكلام على الطاعة أو المداومة على الطاعة لازم تخدنا لمنظور واسع وأشمل في علاقتنا وعبادتنا بربنا سبحانه وتعالى لأن في خطأ عند بعض الناس عندما يظنوا أن مواسم الخير تنتهي نحن كان رمضان وأسأل الله أن يبلغنا رمضان أيام عديدة وأعوام مديدة يا رب العالمين ولكن الناس بتختزل الطاعة دايما في وقت معين أو في عبادة معينة وده للأسف الشريط ده خطأ يعني عندما يعني يجتزئ الناس العبادة في وقت معين أو زمان معين فهذا ليس بصحيح مواسم الطاعة لا تنتهي وإنما تتفاضل لازم أفصل وبين أن مواسم الطاعة ما بتخلص هي بتتفاضل موجودة ولكنها تتفاضل عشان كده الأصل في عمل الإنسان الديمومة والاستمرار أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل بدل ما تصلي كنت بتصلي ترويح وهتنقطع تماما عن صلاة الترويح لا صلي من الليل حتى ولو قليل بس المهم أننا نستمر على صلاة الليل يعني سواء ركعتين أربع ركعت ما تيسر بس المهم إيه؟ الاستمرارية كان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيلفت نظرنا للقضية دي بأن إحنا دايماً وإحنا مندع ربنا سبحانه وتعالى بنسأل ربنا سبحانه وتعالى من حاجات دنيانا بنقول يا رب أنا عايز كذا فبدأ ربنا بالدعاء اللي أنا عايزه لكن ربنا ليفت نظرنا إلى دعاء مهم جداً المفروض نحنا ندعو به يا ربنا الكريم سبحانه وتعالى أن نقول ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاء يبقى بدأ ربنا إيه؟ إن ربنا يقمن دايماً فطعته إن ربنا سبحانه وتعالى ما يذلش قدمي يوم تذل الأقدام لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت سئلت رضي الله عنها عن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون عندها النبي لما بيكون كان مخصص لياله لزوجاته في الليلة وهو عند السيدة عائشة كان نبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأعرف الناس بالله سبحانه وتعالى فكان دائم الذكر صوام قوام يقوم الليلة حتى تتورم قدمه عليه الصلاة والسلام فالصحابي عارفين وكان نبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة وأحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تنازلت عن يومها للسيدة عائشة فكان بيكثر وجوده عند السيدة عائشة رضي الله عنها ويكثر وجوده فسئلت السيدة عائشة ما أكثر دعاء النبي عندما يكون عندك النبي صلى الله عليه وسلم عندك كثير وهو موجود كان بيدي أكثر دعاء كان نبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك الله ده أكثر دعاء كان النبس صلى الله عليه وسلم بيدعو به اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك ده ليه لأن القلوب بتتقلب قلوب العبادي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فالمهم دايما نسأل ربنا سبحانه وتعالى مش أفرح بأننا بعمل عمل صالح ده شيء آه يستدعي الفرح ويستحق الشكر لكن السعادة الحقيقية بتكتمل بالاستمرارية على العمل الصالح إن العمل الصالح ده يكون دافع من دوافع الزيادة لا دوافع النقصان مش أنا عملت خلاص أنا هنام بقى أنا خلصت اللي علي أنا هنام بعد كده لا ده دوافع دافع من دوافع الزيادة عشان كده يا ربنا سبحانه وتعالى حذرنا في القرآن بحال وضرب لنا مثل وقضية ضرب الأمثال للتقريب عشان نفهم لما ضرب مثلا بسهل المعلومة فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن قصة المرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة غابت تغزل في البروفر وقعدت يوم واتنين وشهر تشتغل وتشغل تشتغل وصعوبة بالغة وبعد ما خلص بقى شكله جميل كده فرحت جاي فكته جابت فتلة الخيط طرف الخيط كده وفكته فرجع تاني كما كان فربنا قال لنا ايه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انت تعبت في الطاعة انت تعبت في صيام وفي قيام فما تضيعش الأعمال اللي انت عملتها المهم استمر وده الفقه المسلم فقه المسلم انه ياخد من ربنا سبحانه وتعالى يتعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يستمر ده منهج بنتعلمه ونستقيم عليه شان كده كانت وصايا سين النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ما جاء في القرآن الكريم ان نستمر على الطاعة وان نستعين بالله عز وجل ليقيمنا في طاعته يسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الطاعة وان يرزقنا قبولها على الدوام يا رب العالمين امين امين يا رب وزي ما بنقول كده انه فعلا احنا عملنا طاعت كتير في رمضان مش معقول نسيبها كده او نضيعها كلها بعد رمضان على الاقل لازم ناخد معنا شوية حاجات من اللي عملنا في رمضان نكمل بيهم ده صحيح طب يعني يمكن رمضان هو الدفع الايمانية العالية القوة الايمانية الجبرة الطاقة او ان انا بشحن بطارية كده فانا لما بشحن البطارية وباملى البطارية ايه اللي بيحصل ببدأ مثلا انا عندي تليفون وحطيته على الشاحن مبساطة جديدة جدا فلما باملى البطارية بتاع التليفون بيبقى عدي اطول بشتغل بيه اطول فوقته ممكن بالظبط انا رمضان هو الشحن الايماني اللي بيخليني عندي دوافع للاستمرار على الطاعة انا دلوقتي احنا تحملنا مشقة الصيام في نهار رمضان ولا لا تحملنا مشقة الصيام فإيه المانع ان انا يعني اجعل يوم او يومين في الاسبوع لله سبحانه وتعالى اصوم فيهم كنا بنقوم بنقوم الليل إيه المانع ان انا اواضب حتى لو مش هواضب على قيام الليل ككل 8 ركعات او 11 ركعات اخصص حتى لو ركعتين او اربع ركعات حسب ما تيسر لاي انسان يعالهم في الليل يبقى نصيب من الاخرة كنا مثلا بنجتهد وان احنا بنتصدق وبنكثر من الصدقات وعارفين ان الاعمال بتضاعف في شهر رمضان طب انا هعمل العمل دهو بنفس النية اه بنفس النية ايه بنفس النية وانا ممكن عدد النواية يعدد الله عز وجل العطاية انا ممكن نية واحدة بس من نواية الصدقة اخلي يعني عمل واحد بس من الصدقات اخلي له اكتر من نية ربنا سبحانه وتعالى ما يكافئنش على العمل بس ربنا يكافئن على العمل ويكافئن على كل النواية اللي انا نويتها وانا بتصدق زي واحد عمل مثلا صدقة معينة فقال الصدقة دي ليا والولدي والولدتي والزوجتي والأولادي والإخواتي والأسرتي هو عمل ايه صدقة واحدة بس خل فيه خمسين نية خل فيه مئة نية موجودة فربنا سبحانه وتعالى بفضل بقى ده فضل ربنا سبحانه وتعالى ذلك فضل أوتيه من أشياء الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ما يدلوش ما فيش قانون العدل الإلهي ده ده بيكون للإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليه أن ربنا ما يظلموش إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإنما قانون الفضل الإلهي فين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فالفضل الإلهي أن ربنا ما يكافه واش هو اللي عمل ده يكافئ اللي عمل ويكافئ والده والدته وزوجته وأولاده وإخواته وأصدقاءه وجيرانه وكل ما اللي هو فضل عليه وإنتا وإن ربنا يجعل الخير ده في رصيدهم عنده سبحانه وتعالى رحمة ربنا إن شاء الله وإن ندخل كده في رحمة ربنا نعمة بالله فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن ينظر إلينا نظرة رحمة فلا نشقى بعدها أبدا يا رب العالمين آمين يا رب ونشوف دلوقتي أول تقرير خير في حلقتنا النهار ده ونرجع نعلق عليه من قلب الصعيد في إنا في عزبة عبد الكريم تابعة لقرية الحجيرات مشكلة أهلينا هنا إن أقرب مسجد ليهم على بعد كيلو ونص وهم عاشوا على الوضع ده فترة طويلة جدا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى قدرهم واتجمعوا وخلوا فيه قطعة أرض وقف لله سبحانه وتعالى كل اللي قدروا يعملوه بعد تحويشة كبيرة جدا دامت كام سنة قدروا يقفوا حطة الأرض بالشكل اللي حضرتك شايفوا ده زي معنى الجايباء كده بالظبط وقفوا الحيطان وحطوا العمدان ووقفوا على كده الوضع ده بقالوا ستة أو سبع سنين بالظبط على اختلاف كلامهم وحجم ربنا سبحانه وتعالى وقفقهم إن هم يوصلوا لنا وقالوا إحنا بنستنجد بيكم وبأهل الخير إن انتوا تكملوننا المسجد ده فجينا نشوف الوضع وحقيقي يعني مفيش حد هيقدر يشوف المشهد ده والمصدر ده ويسمع ويتأخر لحظة واحدة المسجد لسه محتاج شغل كتير جدا محتاج نقاشة محتاج يتسقف محتاج فلاط محتاج سباكة محتاج حاجات كتيرة جدا العين شايفة هو محتاج إيه موضوع الجامع إحنا بمجوت الزاتي بس يتعبنا في الآخر فعاوجين بوجه الله تساعدونا فيه في الصبا إحنا هنا عددنا كبير وعايزين جامع والجامع اللي جنبينا بعيدة فبكسل مثلا أخذ أخويا بنتعب على ما نوصل فبطر مثلا أروح صالة والصالة لا بنقعد في البيت بنصلي كلنا في البيت وهنا عددنا كبير والجامع ده هيساعدنا كلنا يعني إحنا عددنا كبير من الصغير هيخلينا نصل ويشدنا حتى على الصلاة على العبادة ربنا مش محتاجين حاجة غير عبادة ربنا فيه فإحنا عاوزين ويعمرنا إحنا ما شاء الله بقرية فيها هاجي قلبين نفسي تخيل معايا كده اللحظة إن واحد قاعد ورا العمود ده بساند عليه والعمود في ظهره كده ومسك المصحف وبيقرأ اللي فراش له الفرشة ده ما ياخدش أجر ليه اللي حط له السقف ده ما ياخدش أجر ليه اللي نور له المكان ده ما ياخدش أجر ليه نور الله قلوبكم ونور الله بيوتكم كل واحد يساهم في إن المكان ده يقوم وإن المكان ده يقف وإن المكان ده يعمر حقيقي بذكر الله سبحانه وتعالى ورفع الأذان فيه والله العظيم ليه أجر كبير عند ربنا سبحانه وتعالى ده مش وعد مني ده وعد من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى في حد هيكلمنا دلوقتي ويقول أنا هقدر أشيلي السقف كله حد تاني هيكلمنا يقول أنا النجرة كلها عندي حد تاني هيقول الإنارة كلها عندي والإضاءة بتاعة المسجد حد تاني هيقول السباكة كلها عندي الموضوع بسيط والتجارة مضمونة والمكسب مضمونة عند ربنا سبحانه وتعالى شوفنا طبعا تقرير المسجد ويعني إن شاء الله بدعم كل الناس أصحاب القلوب الجميلة والخير إن شاء الله مؤسسة نبض الحياة تقدر إن هي تأوم المسجد ده هو فيه شغر حيطان وعاميد يعني كأنه عايز يعني مسجد كامل من أول يعني هو يمكن وجود المسجد بالهيئة دي بيقول إن فعلا وضع محتاج دعم مش محتاج بس إن احنا نبصه وإن ناخد المشهد ده كده ونمرره مرور الكرام والحقيقة إحنا في حملة بناء المساجد في مؤسس نبض الحياة عايز بس أشير لنقطة مهمة جدا إن إحنا بننشئ طبعا ده من نسبة لنا أساسي إن إحنا بننشئ مساجد من بدايتها أو بنقوم بإحلال وتجديد المساجد المتحالكة ولكن لما بتقابلنا صورة زي دي ومشهد زي ده ما ينفعش إن أنا أسيبه ومر عليه مرور الكرام لما بيلاقي مسجد متهالك فطبيعي إن أنا باخد المسجد ده وبيعمله إحلال وتجديد تابع الإجراءات القانونية والرسمية بالتعامل مع الجهات المسؤولة لكن مسجد زي ده قصة تانية خالص قصة بيحكي لنا قصة كفاح كفاح ناس في عزبة عبد الكريم تابع قرية الحجيرات في محافظة إنا الناس إمكانياتها محدودة جدا بدليل إن هم يعني وصلوا المرحلة معينة ومقادروش يتخطوا المرحلة دي من سنين يعني هم كده جابوا آخرهم من سنين من سنين خلصوا يفعل كده يعني مجرد مثلا هو ربنا سحنات علي يكرمه مثلا من قطعة الأرض اللي تبني عليها المسجد وأنا بتخيل مثلا الناس الكبار في السن دي وهي بتصلي وباسمع نداء كل واحد النهاردة الناس دي بتصلي إزاي الناس بتصلي الجمعة إزاي الناس دي بتتحمل مشقة إن هي تنتقل من مكان لمكان مثلا من عزبة لمسجد رئيسي في قرية مثلا مسافة 500 متر مسافة كيلو أو أكتر من كيلو ونص زي ما سمعنا في التقرير ده كل ده كأنه هو بيشير لنا لأن أنا أول حاجة أحمد ربنا على نعمة المسجد اللي موجود تحت البيت اللي أنا عايزة أسمع الأزان وانزل أصلي بانزل أصلي ساعة ما أسمع إقامة المؤذن في المسجد فأحمد ربنا سبحانه وتعالى الأول على النعمة اللي احنا موجودين فيه وأقول إن أخويا اللي ربنا سبحانه وتعالى أو والدي اللي ربنا سبحانه وتعالى حرموا من أنه هو يصلي الجماعة دي أنا ممكن في رصيد حسناتي عند ربنا سبحانه وتعالى يتكتب لي كل صلة هو بيصليها أنا مش ببالغ على فكرة لما بقول إن أنا ممكن يتكتب لي أجر كل صلة هو بيصليها وفضلا عن ذلك إن على قدر استطاعتي أو على قدر بنائي ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ لي ويعد لي بيتا في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ونعيز أفعند كلمة لله لأن دي هات نقطة ملهاش علاقة أوي بالمساجد بس يعني الموضوع مش في المسجد من بنى لله لا ومن تصدق لله ومن أعطى لله ومن صلى لله ومن صام لله ومن أنفق لله ومن عمل الخير لله يبقى أي حية أنا بعملها رقم واحد فيها إن هي تكون إيه لله يعني إيه لله ما أنا بعمل لله مش كلنا بنعمل لقول إحنا بنعمل لله ولا بنعمل للناس بس في صغرة خطيرة جدا ممكن كلنا أو أحدنا يتضرر أو يفسد عليه العمل إذا الصغرة دي أنا ما صلحته خاش هي إيه الإخلاص يبقى أنا بعمل لله أنا مش عايز حية تاني من أي حد أنا بعمل أشان ربنا صحنا تعالى يعلم إن أنا أنفقت يعلم إن أنا تصدقت يعلم إن أنا بنت المسجد فأخلصت العمل لله أخلصت العمل لله يبقى أنا من بنى لله مسجدا شوف يبتغي به وجه الله مش عايز بقى لا إن الناس تقول فلان عمل ولا إن الناس تقول فلان شيد ولا إن الناس تقول فلان يعني كنا محرومين وهو اللي جاه ربنا يبارك له مش منتظر من الناس حاجة بنى الله له بيتا في الجنة طيب أنت بنت في الدنيا بنيت على قدرك والله عز وجل يعطي لك على قدره سبحانه وتعالى نحن بتكلم في معطيات موازين مختلفة العقول البشرية لما حبت إن هي تفهم بس ما في الجنة قيل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ليه لأنا ما عندناش الإدراك لمفهوم الآخرة مفهوم الآخرة ده قصة تانية خالصة اللي ذكر عن الآخرة من باب التقريب عشان نقدر نفهم بس عشان نقدر نعرف عشان كده أنا بقول الفرصة فرصة بناء المساجد هي أحد التجارات الرابحة والمغنم الحقيقي لأي إنسان ففرصة لأي حد النهاردة حط بصمة في بناء مسجد يهيئ بيت لله سبحانه وتعالى لاستقبال الركع السجود فرمضان تخيل كم الحرمان اللي الناس دي محرومة من إن هي مش قادرة مثلا تتجمع علشان تصلي صلاة الترويح مش قادرة تتجمع في المسجد لأطفال الصغيرين إحنا مسؤولين عنهم قدام ربنا سبحانه وتعالى فأنا لما أهيئ مسجد وكل واحد ياخد ابنه أو ياخد أخو الصغير ويصحابه للمسجد بتبقى وسيلة آمنة للنفوس إن هي تتربى على موائد الله وعلى مقدوبة الله وعلى كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرصة حقيقية لأن إحنا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى زي ما حط المسجد في طريقنا علشان خطر إحنا بس نصل لتضوء عليه إن إحنا كمان بوعد من الله سبحانه وتعالى نحنا نشارك في إقامة هذا البنيان من بيوت الرحمن سبحانه وتعالى فقرب وقت ممكن الخير والله الخير منتظرنا فعلا بس محتاج مننا بس يعني مشاركة حتى لو بسيطة يبقى رصدها كبير عند ربنا سبحانه وتعالى وبما إننا منتكلم عن الخير نشوف تقرير خير ومؤسسة نبض الحياة ودكتور رحمة دعو مرهيش من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتاً في الجنة فمكانة المساجد عظيمة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً وفضل بناء المساجد عظيم لدرجة أن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره ورحلاته وجهاده وغزواته وسائر الطرق يقوم ببناء المساجد وأول عمل قام به عندما هاجر إلى المدينة لتأسيس الدولة الإسلامية الجديدة كان بناء المسجد مسجد قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوب فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ثم كان بناء المسجد النبوي ليكون همزة الصلة بين الخلق وقالقه وضرب أروع الأمثلة في العناية التامة وحب بناء المسجد بأن شارك بنفسه صلى الله عليه وسلم في بناء مسجده وكان يحمل بنفسه الحجارة والطوب لبناء المسجد فكان أول عمل قام به بنى المسجد النبوي الشريف الذي أصبح حرماً نبوياً الصلاة فيه بألف صلاة في مسجدها وقال من بنى لله مسجداً وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَهَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فعلينا أن نتنافس في بناء المساجد خاصة في القرى المدن ربما تجد في الشارع الواحد أكثر من مسجد لكن نريد أن ننظر إلى القرى والبلاد الفقيرة والتجمعات التي يقال عنها عشوائية نكسر من بناء المسادد وعلموا أن الله سيكسر لكم الفضل من عنده شفنا طبعاً التقرير وكلام الجميل عن فضل بناء المسجد والله يمكن سيدنا الدكتور أحمد عمر ربنا يبارك في عمره وربه ينفعنا بعلمه آمين حقيقة أسلج الصدور في الكلام عن فضل بناء المساجد وهو يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يبني الله عز وجل له بيتاً في الجنة ومجرد حتى من بنى الله مسجداً ويشير لنا في الحديث وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَهَ كَمَفْحَصِ قَطَهَ ده عشان كل واحد لا يستثقل ولا يستقل للعمل الذي يعمله يعني واحد ممكن يبقى عايز يشارك في المسجد بس هو ما هو شغل مبلغ بسيط جداً فمحرج عمال يقول طب المبلغ ده هيعمل إيه في المسجد ييجي بقى حديث وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَهَ ده يقول لنا إن حتى لو أقل القليل كان في بعض الروايات الجميلة جداً في فضل بناء المساجد من أحد الفضلاء والحكماء في بعض الحقب الزمنية في الدولة الإسلامية إن هو حب يبني مسجد وعايز المسجد ده كله يبقى خالص لوجهه الكريم فمن الألف إلى الياء كل صغيرة وكبيرة في المسجد من حر مالي فعمل المسجد وأنفق على المسجد كل شيء من أول الأساسات من أول الأرض والأساسات والبناء والتشييد وحاجة عظيمة جداً 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 وأيقن إن هو العمل ده كده ما فيش فيه أي شيء لحدش له فيه أي حية تاني هو اللي هيخد السواب بتاعه الكامل ورأى في المنام إن هو كل ما يجي رايح يدخل الجنة يلاقي واحدة ماشية في ريحه وعملت وزاحمه في الدخول للجنة فكل الرؤية دي تكررت بالنسبة له مرة واثنين وثلاثة فبدأ يسأل ويجمع الناس اللي كانت مسؤولة عن البناء أنتوا في حد دفع حاجة في المسجد في حد جاب حاجة في المسجد الطوب الأسمنت الزلط الحديد الكلام ده كلاته يعني إحنا ما فهمنا أنا بترجم الكلام ده ما فهمنا إحنا لأن المرأة دي مشاركة معاه وده بتخش معاه الجنة إزاي وإحلاقتها بالمسجد حاس أن أنت عايزة تخرج فاصل؟ إحنا عندنا تقرير طيب نشوف التقرير ونكمل إن شاء الله ونرجع نكمل القصة ونشوف التقرير ترجمة نانسي قنقر بعد التقرير هنكمل القصة؟ طيب عشان سريعا ونطولش يعني اكتشف الصاحب أو القيم على هذا المسجد إن فيه امرأة شاركت في هذا المسجد بطوبة واحدة فتخيلي إن الطوبة دي نزعت صاحب هذا البنيان كله في الدخول إلى الجنة سبحان الله فما نستقلش الشاهد من القصة ديوم الكلام دا إن احنا لا نستقل أبدا بأي معروف بأي صدقة أنا هدمها حتى لو كانت قليلة ويكفينا من جملة الأحاديث الواردة في فضل بناء المساجد أنه بنى الله له بيتا في الجنة أنا مش عايزة أقول بيت في الجنة أنا عايزة أقول إن ده الشخص اللي هيبني مسجد بشره الله وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ودي الوحدها كافية وشافية في إنها تحرك الهمم والدوافع إن احنا يبقى لنا مشاركة في هذا النشاط وهذا العمل أسأل الله أن يؤيننا على طاعته وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال آمين يا رب بشكر رحضا جدا في نهاية الحلقة وبشكر كل مشاهدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته